السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل إسرائيل هتزول عام 2022 أو 2023؟ ده السؤال ده يمكن اسألته كتير يعني من زمان جدا من إعدادي وسنوي وكلية وبعدما خلصت السؤال ده كل شوية اسسئله ونفس الإجابة هنفيش تعديل يعني طيب إيه فكرة ليش معنى الرقم دوت يعني الكلام ده من التسعينات وأنا عملا اسمع الأرقام ديت فإيه الدليل؟ إيه المصدر؟ جابوا الكلام ده منين؟ ممكن يكون الكلام صح أو ممكن يكون غلط خلينا نقش الموضوع بحياتي تماما ونشوف أنا قررت كده أول مرة كنت في إعدادي وكنت في معرض الكتاب وكانت مجيب شوية كتاب كده أسل بقى طول السنة وليت فعلا الكتاب كان واضح جدا أنه هو مدعم والراجل اللي هو مسؤول عن الدار اللي كان ببقى كتاب مدعم كان عادي طباب بيرش جامع جدا يعني كان صديق لوالدي فقال لنا الكتاب فعلا مدعم يعني فيه واحد قرى الكلام ده وعجبه ودعم الكتاب ده بمبلغ محترم بحيث أنه هو يبقى بسعر أولال جدا يعني الكتاب يتكلم أن إسرائيل هتزوي كتاب ضخم كده ما يخص الصفحة مثل الصفحة أن إسرائيل هتزوي للعام عشرين وعشرين 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 كتاب مدعم جوزة إسرائيلية مشيت وكتاب مقت عمها تصوت وعادت تصوت وتقول أن الكتاب إسرائيل مكتوب في الكتب المقدسة إنها إشار إنها تنتهي بعد خمسة وسبعين سنة وكلام ده أنا سمعته من أحد قادة حماس وأعتقد أنه ممكن يكونش بساده بالكلام ده بس بيحاول يبس روح الأمل والمقاومة في نفس الشباب أنا مش أذكر اسمه يعني إحتراما لشخصيته بس أنا سمعته منه كلام ده وقد يكون من نوع من أنواع التفقل لكن لما نجي لك بحث علمي حقيقي بندور على أصل الكلام ده يعني إجابة الكلام ده دنين يعني عمر الخطاب لما قبل ما استشهد بيوم أو بتالت أيام جاله واحد يهودي مشهور كعب الأحبار الرحل العرب بن الخطاب وكلام ده مذكور في مصنف ابن أبي شايبة وابن حجر الأسقالين ذكروا في الإصابة ومعرفة الصحابة النقع بالراحل العمر بن الخطاب وقال له إن هو يكتر بعتابة التيام فعمر الخطاب قال له تعرفت منين مصدرك إيه وده اللي احنا بنقوله المصدر بتاعك إيه قال له أنا عرفت ده ما التهوراه قال له بخن بخن أتجد إسمي في التهوراه قال له لأ أنا مش ما ما فيش أتجد إصابة حالي بقى لإسم قال له ولكني أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنأ أجلك طب إزاي اللي يعني لأ الوصف وعرف إن النهار ده يبقى بعد ثلاث تيام هيموت سيدنا عمر بن الخطاب لذلك التهم بإن هو كان من ضمن الناس اللي منتفقين على قتل عمر الخطاب بالتهم في ذلك وأنا بسجل الفيديو بدور فلاقيت حد بقول لي إجازة العلمة هتلاقي كلمة شهر مذكورة 12 مرة في كرة فعلى طول روح تفاتح القموس لقيتها مذكورة لا يعني مذكورة عدد الايات 17 آية وعدد الكلمات توجدت 20 مرة يعني فيه ثلاث صور ثلاث أيات موجودة فيها كلمة شهر مرتين شهر حرام بشهر حرام مثلا تمام فمفيش كلام دوت يعني القرآن موجزة لوحده في الأحكام بتاعته في الكلام اللي فيه إنه من حد يقعد يلوي ويقعد يقول لك والله إحنا حسبنا عدد الحروف وعدد كذا فبلاينا إن هو نهاية إسرائيل إحنا حسبنا عدد الكلمات اللي في سورة الإسراء وجمعناهم وطرحنا عن منهم كذا وإن كذا يعني بتلوي الكلام طيب مين أكتر ناس يعني قاعد يعمل كلام ده ويعق ويعمل حاجات ديت وهنذكر بالإسم يعني عشان تتدور وراي وتتأكد من الكلام اللي بقوله إن الكلام ده مالوش أساس من الصحة أشهر واحد أو قدم واحد بدأ في الكلام دوت واحد اسمه رشاد خليفة وده كان عمل كتاب اسمه معجزة الكرآن الكريم وكله طبعا عمل يلخبط في عدد الأرقام وعدد الحروف والحاجات دي كلها والراجل ده تهم بالبهائية وبعد كده دعا أنه نبي من الأنبياء ويعني كسحاته كده إيه الراجل ده تشارب إيه ده ولا بيعمل إيه اللي بعد كده هو عدنان أكتار عدنان أكتار هو اسمه عدنان أكتار في تركيا هو تركيا يعمل طائفة مؤمنين بيه ويعني أقوله فيه مقلة ومالكهم في الخمر تمام؟ راجل سيء جدا 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 وبيعد يزور في الكلام ويقعد يألف ويقعد يجيب الكلام الشرق للغرب وهكذا مدلس كتير جدا في الأرقام بتاعته بعمل كلام ده كله عشان يبيع وخلاص بيزور في حاجة كتيرة محدش يعتمد على كلامه مسمى نفسه هارون يحيا في المصادر العربية المحكمة في اسطنبول حكم عليه بألف خمسة وسبعين سنة في قضايا حاجات جد سيئة وحاجات سيئة جدا يعني الراجل ده يشتب عليه تمام؟ أي حاجة يقولها بنشتب عليه هل فيه عجاز في القرآن؟ القرآن كله معجزة؟ قرآن كله معجزات؟ تمام؟ ما بنقولش ان القرآن بيش مفوش الموجزات لكن انت تلوي وتعدل عدد الحروف وتعدل عدد الأرقام وتقول لي طب اجمع دي واطرح دي وتأكد من دي وأعمل كذا بعمل تشيك بلاقي كلام مش مزبوط بلاقي ان حد لعف الكلام وأنا شفت نفسي ملحدين في منتدى اسمه منتدى للحاد بيتفقوا مع بعض على الكتبة يحطوها ويقولوا احنا عملنا كذا وقت شفنا كذا ونزلوها بحيث ان يستطيع تشعرها في الآخر يقول لك احنا اللي عملنا الكتبة ديت فاحنا مش محتاجين ان احنا نقعد نلوي الأرقام والحاجات لان دي بش موجودة في الإسلام يعني في اليهودية في جزء كده بيعود يجمعوا أرقام الحروف بحيث يوصلوا لحاجات معينة وده موجودة في كتابهم يعني موجودة عند الحخامات ان هو الالف برقم والبي برقم وهكذا ابجد هوس حطي كلام ونسع فاتقرشة الابجدية العبرية قريبا من العربية كنت باتس عبري يعني فعارف انا بكلم في ايه وده رقم كذا وده رقم كذا ويجمعهم ويقول لك ويقول لك مثلا الرقم ده معنا كده ان النبي دوت لما نجمع عدد الحروف يطلع اسمه كذا وهكذا فعندهم اللام في الحروف والأرقام ان ما احنا ما عندناش القصة ديت وليست من ديننا المصادر كلها اللي بتقول الكلام دوت ليست بشيء يعني كأنك بتجيب مصادر من مجلة ميكي وتقول لي هوا مرجع تب بي وما فيش مراجع يعني الكلام ينسب لوحدة يهودية بتتداعي وإحنا لو فتحنا التوراة والتلمود وفتحنا الكتب بتاعتهم مشان ليه الكلام دوت هتقول لي كلمة 95 سنة دي موجودة فيني يقولك طب يجمع عدد الارقام ويطرح ويقسم يا عم هتهالس ريحتا ليه نوعد نجمع ونطرح وتقول لعدد الحروف احنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا ان احنا مأمورين ان احنا نجتهد وان احنا نشتغل عندنا مثلا اي وعد ولهم مصادر من القوة ومرابط الخيل مطلوب منك ايه ان انت تقدر تجمع اللي تقدر عليه وتعدي نفسك اعداد كويس وتبدأ تعمل خطط وهكذا ما فيش ان انا اقعد اجمع عدد الحروف ويطرح من عدد الكلمات هتطلع للسنة اللي احنا هنتصر فيها نقدر ننتصر النهاردة اه ممكن النهاردة تلاقي ربنا ان نصرنا على اليهود وقضع على امريكا وبتاع بس ما فيش حكا بتقول كده يعني هتلي مصدر معتمد بيقول الكلام دوت وانا هقولك امين بس ما فيش يعني ما فيش ايه في القرآن بيقول انه بعد 75 سنة هيتم القضاء انما التدليس اللي حصل بش موجود انا كنت في قول اعدادي وكلام فين المصدر هتلي الكلام عشان نصدق واقتنع بكلامك مفيش ايه كلام واحدة اهدية ممكن تكون بتخرف ممكن ده واحدة في الشارع عالد حصل مبارك عنده 70 مليار فاكرين الكلام دوت مين بتاع وقعدوا يدوروا يدوروا وهم يحققوا عشان يبعتوا للمحكمة واخر واحد مسلول محمد حسين هيكا بيقولك ده ان سمعت ايه سمعت بمين فين الدليل فين الكلام فين الوثيقة اللي تقول الكلام دوت ما كانش فيه اي وثيقة خالص فلا يا اخواننا يعني لما نيجي ندور على كلام لازم يكون كلام موصوك فيه كلام علمي كلام يحترم بحيث ان احنا نقدر ناخد به انما لا تلك الكلام على هنا ولا تصدق اي حاجة مقبودة باش معنى الكلام الطبع في الجرنان يبقى هو كلام صح باش معنى الكلام تلاح في التلفزيون ان هو صح كل واحد ملزم بيه الدليل وكل ين يأخذ منه ويرد الا رسول السلام مش نقدر نرد كلمة رسول السلام ولا بيرد كلمة من القرآن بس بيرد الكلام الناس اللي بيأولوا ويجمعوا ويطرحوا ويطلع يقولك اعجاز رقمي ويطلع يعمل لي كتب ومراجع وبتاع وهو كله كلام ما بيسويش تمن الحبر اللي مكتوب به اشتركوا في القناة